شفت الفيديو ده? لسه ما فيفتوش. طب شوفوا كده? فاطمة نمر لعبة كمال اكسان. او ده بيقول عندنا كده بنت مسترجلة. طيب ايه اللي بملامحة بقى بيدل انها بتعمل كده? وايه سهب اصلا دصرفاتها اللي هي بتعملها في تيكتوب دي? لو لسه ما اتعرفنيش فانا احمد زاكي قارق وجه ومحل الشخصيات عن طريق ايم الفرصة. في الفيديو ده هنحلل شخصيتها بالتفصيل. وهنعرف ليه هي عملت كده? وليه هي اتجهت اتجاه ده? فقابلنا ما نبدأ. لو لسه ما اشتركتش في الكنانة انزل اشترك الوقت. وضعوا لايك. وفعل زر الجرس عشان يوصل على كل جديد. يلا نبدأ. بسم الله هنبدأ. مبدأيا كده انا لقيت الصورة دي. الصورة دي والصورة دي. دول اللي عارفت اجيبهم يعني الشخصية دي. فتعالوا نبدأ بالصورة دي الاول. احنا بنبدأ بطول الوجه. مفيش كلام هنا كده. اول حاجة بناخد خطة من هنا كده من عند نهاية الانف هنا كده. خط كده. كده الوجه عندنا طويل. عندنا مستطيل. الفك كده شوفين يعني هربية. عندنا كده مربع. فك عريض مربع. فيه مسلس هنا كده. بقى عندنا مستطيل مربع معين. ولسه بقى لسه فيه حاجة حلوة قبل. الجزء اللي هنا ده. الجزء ده خاص بالدل والمقلوب. ما نجعه بيها. هنجيب سرطه بعدين. بس للوقت القطار اللي قدامي. مستطيل مربع. مستطيل مربع وانا بيحب الشورة والوجهة الاجتماعية وممكن يعمل اي حاجة لو لها مقابل مرضي. المسلس بيعرف يصل للاهداف بتاعته بسرعة. ولما بيكون عاوز حاجة بيبقى عامة زي الطفل. ساعة ما بياخدها بيرنيها بسرعة. ده اختصار قطار الوجه ده يعني. ماشي. اول حاجة هنبدأ بالملمة. اكتر ملمة ظاهر في الوجه طبعا هو الحاجب ده. الحاجب الكسيف ده. الحاجب لما بيكون بالكسافة الثقيلة دي وساميك بالمنظر ده الشخص ده ابنا عليه. شخصية قوية لدرجة الغتات. ما عارف يعني ايه? يعني اللي هو هيسيطر عليك بالعافية. او ان هو هيمشي كلمته بالعافية. تمام كده? طيب لسه سانية واحدة. الكسافة بتاعة الحاجب بتدل على النشاط. مبداية لو لسه لو ما تعرفوش يعني. كسافة بتاعة الحاجب بتدل على النشاط. بس النشاط هنا يا زهني يا بدني. الحاجب ده بيدل على النشاط بدني. النشاط البدني عنده علي جد. لان فيه حاجب تاني من النوع ده بس بيبقى نشاط ذهني. مش مش نشاط بدني. كمان اللي هتلاحظه خصام في الجانب التاني ده بس تلاقي دي مرفوع كده. على فجأة ده كمان مرفوع. كده عندنا شخص جريء وشجاع ومقدام ومقاتل واي حاجة عايز تقولها على الشخص ده? قلها. طيب. جريء وشجاع مع الاطار ده يعمل اي حاجة. تمام كده? عند دجوة زاوية دي. تمام كده? لسه استان الحاجب مخلصش. حاجب ده برضو فيه سنة استقامة كده اللي هو. حاجب اللي هو العامل كده. واقف كده. الشخص ده بنقول عليه هي مش باينة في الصورة دي. استانع انا هوريه لك في الصورة تانية. اهو باينة اكتر. هو باين هنا اكتر. بس الحاجب ده عامل ازاي? استقيم مستقيم. ايه الحتة دي بس طلع كده دي بتدل عالشجاعة. يعني الحتة دي بس طل طلع. والباقي الحاجب كله اصلا مستقيم. كده عندنا شخص شجاع وفي نفس الوقت ما بيعرفش استخدم لغة جسده. تمام? ما بيعرفش يعبر بالكلام ولغة جسده. يعني كلامه تحس ان روبوت كده بتكلم معك. مع النشاط البدن العالي عند البنت دي. اقدر اقول انها بتتكلمش غير بايدها. لان ازاي ما قلنا هي شخصاتها قوية جدا لدرجة الغلاسة. يصبر علي. يصبر. لسه بقى بص الجزء الانطارة اللي هنا دي ده. الجزء ده لما يكون كبير كده الشخص بيبقى عنده طاقة وحيوية عالية جدا جدا. طيب الطاقة العالية دي هتودها فين? والطاقة البدنية دي هتودها فين? اه واضح طبعا. مع الفك العريض ده اللي هو عادي سيطر. كده الاخ ده. اخ البنت دي. عاوزة تسيطر. وعندها طاقة بدنية. وفي نفس الوقت نشيطة. نيجي بقى اللي هي بقى بالمنظر ده. الوجه ده زي ما قلنا ان هو طويل. الوجه الطويل شخصا خجول. طب خجول وفي نفس الوقت. شجاع وبيخافش. وعاوز يسيطر. هيعمل ايه? اه طبعا بدأت تقوي نفسها. لانها السكة في نفسها مش مش فطرية. لو السكة فطرية مش هتعمل جيم اصلا هي هتبقى بالمنظر ده. بس من غير ما تروح الجيم وتعمل العضلات اللي انتوا شايفينها دي. فهي عملت كده بسبب الفك ده مع الرابطة دي. كمان يعني بيين كمان من اللون اللي عنده معناها ان الشخص ده عنده نوع من انواع اللي هو الخوف. الشخص ده بيخاف من المواجهة. فعندك كمان حتة اللي هو ما بتعرفش تواجه. طب ازاي ما بتعرفش تواجه عامده شخص ده قوي. ما هي هنا دي الرابطة بقى. ان هي بدأت تفكر تفكير برى الصندوق. لان بصها برضو هتلاقي العين دي. مش على نفس مستوى العين دي السنوات. هتلاقي ان العين دي. هنا كده. والعين دي فين? يعني عين فوق وعين تحت. ده بيفكر خارج الصندوق. واجه طويل. وعندوش كدر على المواجهة. وكمان في ملمع في العين بيدل عنها كمان. ما بتعرفش تواجه. طب ازاي وهي جريئة? فهي هنا بدأت تاخد مواجرة تاني عشان ما تخشش في المواجهة اصلا. فهم? يعني هي قالت لما انا هبقى جيس نقوي وبقى ومش عارف ايه وصخمة كده. محدش محدش هيجرؤ اصلا ان هو يتعرض له. او انها مش هتضطر تواجه. لان هو اصلا منظرها الواحد مواجهة. تمام? انا لو قفت وادمست فيه انا نعلن. والله نفس في الحاجة بالله عن ده. كمان بالضل اللي هتلاحظوا ان الدقن دي مربع وفي نفس الوقت عريضة. الشخص ده بنقول عليه عين دي. اه عفكرة ستة وتمانين في المية من الناس اللي عندهم الدقن دي بيكونوا مجرمين. عشان تجنبها عارفين بس. الناس دي بتكون مجرمين. ستة وتمانين في مية منهم. مش كلهم. طب الدقن العريضة دي. شخص عيندي. وقاسي. قلبه قاسي. وبينجرحش بسرعة. كمان عنده الحاجب ده بقى. يعني انا رسول. يعني انا رسول. فده لازم تبقى كده. يعني هي لازم تتجه للشيء ده. لانها لو ما اتجهرتش للشيء ده ممكن تعمل مشكلة. طيب مصيبة. اه اللي تلاحظوا بقى كمان. جزده. حواجب قرائمة من بعض. فانا اقدر اقول انها ممكن لو شافت الفيديو ده هتبهتيني يعني. في وقت نيف ده. الشخص ده ببنقول عليه اماص. او انه هو بياخد موكب بسرعة. مع يعني هو تقريبا في زاوية هنا بس خفيفة اوي. خصوصا في الجانب العامل هنا. خفيفة اوي. فانا اقدر اقول انها يعني منه العصبي جدا جدا جدا. طيب هالي الست دي طبعية. يعني بتاخد هرمونات بتاخد بتاع عشان يبقى جسمها بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. اقول لك انا. انا عاوز انها ربق يعني اقلل الكوة اللي عندها دي. مبالغ فيها فعلا. ولا لا? في حاجة هنا في المنطقة دي. بتدل على انها الهرمونات عندها ضربة في السماء. ولا كأنها بروسلي. تعام? يعني عندها هرمونات بروسلي مسلا يعني. او ايش بانها بروسلي. اسمع لين? المهم ان هرمونات دي لما بتكون عالي او كده طبيعي ما تكونش عند البنت. طبعها معازلة وعندها المثلس اللي تحت ده اللي بتاع دونجوان ده. وفي نفس الوقت الحاج بالكسيف ده والوجه الطويل له. فانا قدر اقول ان هي ممكن تعمل اي حاجة عشان توصل اللي هي عاوزها. فانا متأكد بنسبة مية في المية ان هي بتاخد حاجات من اللي هي الهرمونات دي. طبع عشان بقى خصيات البنت دي. كفاءة كلام عليها حد كده. وبس كده سيدي. ده كان تحليل شخصية اه فاطمة النمر اللي هي واغدل الشخصية المسترجيلة قوي فيها دي. ولو عجب الفيديو ما تنساش تعمل لايك. اشترك في القناة واتفعل ازور القرص عشان افضل لك كل مديد. سلام. اشترك في القناة